كما شهد العام 2022 كوارث مناخية غير مسبوقة بسبب الاحتباس الحراري فيما استبعد الخبراء أن تكون سنة 2023 أفضل حالاً في ظل التقدم البطيء تجاه إنقاذ الأرض في هذا العام شهد العالم كافة أشكال الكوارث المناخية في عام 2022 كالفيضانات والزلازل والبركين والجفاف الحاد وحرائق الغابات إضافة إلى الارتفاع غير المسبوك في درجات الحرارة ظواهر وكوارث غير مسبوقة بسبب التغير المناخي والاحتباس الحراري استقبل بها العالم العام 2023 فقد شهد العام المنصرم كوارث بيئية حصدت أرواح الآلاف من البشر وكلفت العالم أكثر من 300 مليار دولار أمريكي ولعل من أبرزها إعصار إيان الذي ضرب الولايات المتحدة وخلف عشرات القتلة وفيضانات باكستان التي قتلت المئات من السكان وشردت الملايين منهم ليتبعها حصول ما لم يكن متوقعاً حيث ضرب الجفاف أنهار القارة العجوز ليقل منسوبها جراء ارتفاع درجات الحرارة وقلة سقوط الأمطار إضافة إلى موجات الجفاف التي شهدتها عدة دول وتسببت من دلاع العديد من حرائق الغابات في كل من أوروبا وآسيا والأمريكيتين ليهدد الأمر ذلك بانقراض فصائل نادرة من النباتات والحيوانات علاوة على التهديد بوفرة الغذاء ما دفع الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى إطلاق تحذيرات من أزمة غذاء عالمية التحركات العالمية بدت مستشعرة لخطر تغير المناخ وما قد ينذر به مستقبلاً فتداعت دول العالم لتبني العديد من المبادرات التي تقل مناخ مما يعاني فاستهل العالم العام الماضي بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 26 بمدينة غلاسكو الاسكتلندية والذي أفضى إلى حتمية تكاتف الدول لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وهو ما التزمت به دول عدة خلال مشاركتها في المؤتمر من بينها البحرين بإعلان التزامها الكامل بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 وعلى وقع أزمات المناخ استضافت مصر أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 والذي دعا إلى إنشاء صندوق تعويضات تتكفل بتقديمها الدول الصناعية وكذلك بخفض استخدام الوقود الحفوري خاصة في ظل أزمة الطاقة العالمية وكان للمملكة العربية السعودية الشقيقة حضور بارز من خلال عرض رؤيتها لمستقبل صديقا للبيئة عبر عقد النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء مع الإفساح عن دعم سعودي بقيمة مليارين ونصف المليار دولار دعما للمبادرة على مدى السنوات العشر المقبلة إلى جانب استهداف صندوق الاستثمارات العامة الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050 ويبقى الموقف العربي والدولي من قضية المناخ سيد الأحكام فيما يتعلق بتخفيف تداعيات التغير المناخي والاحتباس الحراري حيث تستعد الإمارات لتنظيم مؤتمر المناخ كوب 28 خلال العام الجاري مساهمة منها لتحقيق توافق عالميا لحل أزمة المناخ لتلفزيون البحرين محمد رشدت ترجمة نانسي قنقر